هلو 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 هلو! مساء الخير للناس السهرانين! اللايف ده هو اللايف الاول في سلسلة اللايفز اللي ان شاء الله هتبقى كل يوم لو انت بقى حد بتعلم انجلش جديد لو انت سنوي عام لو انت سنوي ازهري لو انت جامعة ايا كان انت خريج ايه بس ان انت محتاج اللغة اللايف ده ان شاء الله هيفيدك دي بوينت ان شاء الله في السلسلة دي احنا نبتدي نتكلم مع بعض عن الجرامر وصدقني الدنيا ابصت مما تتخيل باذن الله بعد السلسلة دي مش يكون عندك مشكلة كبيرة من ناحية الجرامر نهائي بعد اذن حضرتك هاتورا وقلم وحاول تكتب ورايا لان اي علم مش بتسجله هيضيع منك اول سلسلة هنبدأ بيها هي سلسلة شرح الكتاب الجميل العظيم ده كتاب انجليش جرامر نيوز انجليش جرامر نيوز من جامعة كيمبريج اوكي من جامعة كيمبريج الكتاب ده غالبا هتلاقي فيه كل الجرامر اللي انت محتاج تستخدمه في حياتك اليومية اللهم الا انت عايز بقى تتكلم وده ليه طريقة تانية ده ليه انجليش جرامر نيوز نيوز ادفانسد وقبل ما نبدأ معلومة على الهامش كلمة يوز او يوز لاتنين صح بس يوز بمعنى استخدام او ناون لما تقصد الاسم بتقول لكن لو تقصد الفعل اللي هو يستخدم بتبقى دي كده رقم واحد اللايفز بتاعتنا ان شاء الله هتبقى قصيرة جدا هنشرح كل مرة احنا هنبدأ بالجرامر هنبدأ بالجرامر بعد ما نخلص الجرامر ان شاء الله ممكن ندخل في سلسلة تانية سواء خاصة بالكلمات سلسلة تانية خاصة بالكلمات بالبرنانسياشن او النط وما الى ذلك اول لازن معنا هنا او اول يونت معنا هنا هو I am doing خليني اقولك على حاجة لطيفة في الجرامر انت مش محتاج تعرف اسم الزمن انت مش هتروح تتكلم حد تقول له كلمني present continuous او كلمني مضارع بسيط لمضارع بسيط ده مش هيحصل بس انت محتاج تعرف الزمن ده بنستخدمه ليه وفي ايه في السلسلة دي انا هترقل اسم الزمن وشرحه وتركيبه علشان لو حد لو حد مهتم هقول اسم الزمن وتركيبه والكلمات الدالة عليه اللي انا غير مؤمن بها نهائي علشان لو انت بس بتدرس ومحتاج انك تعرف اسم الزمن الكتاب بادئ بيقولك ببساطة شديدة اول حاجة بيديك جمل بسيطة فبيقولك مثلا هي في طريقها للشغل هي بتسوق او هي سيئة دلوقتي فبالزكاء كده لو بقولك هل ده معنى ان هي في العربية وهي رايحة الشغل وبقولك ان هي سيئة فالهي سيئة دلوقتي ولا سيئة كده في المطلق بتسوق كل يوم اكيد انا بتكلمك على حاجة بتحصل دلوقتي انا بتكلم معاك امتا دلوقتي انت بتتفرج علي امتا دلوقتي هل انا دلوقتي لما بقولك انا لابس سويتر او بلوفر اسود الجملة دي present واللا past واللا future الجملة دي present الفيرب wear او الفعل wear معناه بيلبس وحطيت له ing عشان حاجة دي حصلة ايه دلوقتي دلوقتي ولا في المطلق ولا ك فين مارك وده قد يقولك هل هو بياخد شوار هل هو بياخد شوار هل هو خلص ولا لسه نيكست يلا نخرج دلوقتي هل مش بتمطر هل انا هفري مع انها مش بتمطر دلوقتي ولا مش بتمطر في المطلق اكيد مش بتمطر دلوقتي وحطي على جنب لو عايز تفهم سيكت سيكت نطق كده فانا لما بقول بسرعة بتتقال انا بتكلم عايز اقول هو بيلعب هو او هو بيشتغل دلوقتي فاقول he is working he is working he is بتبقى he is so he is he is he is working ملحوظة العايي النجي في اخر الكلمة الجي ما بتتقالش he is working he is working هي بتطبخ she is cooking she is cooking when now يبا القادة بتاعت النهاردة بتقول انك لو بتتكلم على اي حاجة بتحصل دلوقتي او اسناء الكلام هو نايم هو بيلعب هو بيزاكر so all what you have is subject الفاعل verb to be لو ام او او از او ار الفاعل الرئيسي بتاعك والانجي في اخر الكلام ملحوظة على الهاج الفاعل لو اخره اي الفاعل لو اخره اي الاي بتتشال ونحط انجي زي type تبقى تايبين تايب لا تي واي بي اي تايبين بنشيل ال اي ونحط اي حاجة تانية ما بتتشالش بمعنى يعني انا لو عندي زي study في ناس بتغلط وبتفكر ان 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 دي زي ال اي دي والاس والكلام ده لا هي study بتحط لها ال اي انجي زي ما هي الحالة الوحيدة اللي بتشيل فيها حاجة من الكلمة وتحط ال اي انجي هي لو الفيرب اخره اي هل كل الافعال ينفع احط لها اي انجي لا ليه في افعال ما ينفعش احط لها اي انجي ال اي انجي معناها ان في اكشن مستمر يعني معناها ان في حاجة بتعد في عداد شغال بمعنى انا بتكلم فده اكشن دي حاجة حصلة دلوقتي انما مثلا ما ينفعش اقولك هقولك هلا حاجة انا مثلا عايز اقول عايز اعرف ينفع احط للفعل ده اي انجي ولا لا حاول تشوف هينفع تحط قبله كلمة عمال ولا لا مثلا مثلا ممكن نقول يعمد يعمل تاكل من الصبح ينفع صحيح اعمل تاكل يعمد عمال يلعب من الصبح ينفع برضا يعمد عمال يشتغل من الصبح ينفع بس ينفع عمال يحترمني من الصبح الا لو هو كان في العادي ما بيحترمكش ينفعش مش هينفع تقول مثلا I'm loving you انا انا عمال احب فيك وعمال احب ده مش اكشن ده حاجة بتحصل ايه جواك في اي فعل فيه شعور اي فعل فيه احساس غالبا ما بيتحطلوش الing كنت بكلمك وبقول انك بتتكلم على حاجة اللي بتحصل دلوقتي ينفع برضو لو بتتكلم على حاجة مؤقتة يعني ايه مؤقتة يعني انا مسلا عايز اقول انا باكل كتير اليمندول فهقول I'm eating a lot nowadays اليمندول أو these days اليمندول I'm working hard today انا شغال جامد النهاردة I'm doing my best this year I'm doing انا هنا مش بتكلم على عادة انا بتكلم على حاجة بتحصل كتير جدا طيب وبالنسبة حاجة بتحصل كتير جدا بينفع نستخدم الطريقة دي لو عايز اتكلم من حد بيامل حاجة over يعني ايه بيامل حاجة over يعني مثلا ماما هتلاقيك قاد مسكة التليفون بترعب او هتلاقيكي تحديد ان قاد مسكة التليفون بتعرف اتقولك هو انت طول اليوم مسكة الزفت ده قالت ايه مسكة مقالتش بتمسكي اصلي مسكة ده دليل ان انت في ايدك اليوم كله هو اكيد مش في ايدك اليوم كله بس انت على طول في اي وقت من كتر ما انت مسكة التليفون على طول تحس ان انت مسكة 24 ساعة بس ده مش حقيقي فبتستخدمك كصيغة مبالغة هو دايما مضيع حاجته مش بيضيع حاجته هو دايما مضيع حاجته يبقى لو عايزت كم حاجة بتحصل دلوقتي او بتحصل فترة من قطعة تخلص يعني مثلا انا بذاكر كتير اليوم اندون عادة قبل الامتحانات انا بخص اليوم اندون بش تفضل تخص لعمرك الا يمكن ان انت هتختفي ام فالوين داكتور انجليش لا دا انت هتختفي فالوين داكتور انجليش وتفضل فالوين مصطفى عبدالصبرو داكتور انجليش فريف ان شاء الله ان شاء الله حتى المرة القادمة بي هابي